موسيقى نشرة السادسة من قناة عدن الفضائية أهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزائن ومواساة إلى أسرة الشهيد الدكتور خالد عبد الحميدي عميد كلية التربية بمحافظة الضالع الذي استشهد في عمل إرهابي وأشاد فخامته في برقية التعزية بمناقب الشهيد وأدواره النضالية الكبيرة في النهوض بالعملية التعليمية موجه أن السلطة المحلية في المحافظة بمتابعة الأجهزة الأمنية في تعقب اليونات وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت ممكن وعبر فخامة الرئيس عن أصدق التعازي والمؤساة لأسرة الشهيد ومحبيه وكافة أهلا الحميدي مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث نائب الرئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاين ومؤساة إلى محمد خالد وإخوانه في استشهاد والدهم الدكتور خالد عبد الحميدي عميد كلية التربية بمحافظة الضالع في عمل إجرامي غادر وأشاد نائب الرئيس في البرقية بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية وجهده الكبيرة في النهوض بالتعليم الجامعي ومخرجاته منوها إلى أن هذه الجريمة البشعة تكشف عن طبيعة أهداف منفذيها في استهداف الكوادر الكفأة والنزيهة لأهداف إرهابية جبانة تكرس ثقافة العنف والموت وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمؤساة لأسرة وأقارب شهيد ومحبيه وكافة أهلا الحميدي سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب أن ما يصدر عن أشخاص انتحلوا صفة برلمانيين وزعموا رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الشرعي يوم أمس الخامس من ديسمبر 2020 هو عديم الأثر وحكمه حكم عدم شرعا وقانونا ولا قيمة له حيث لم يعد لهم أي صفة دستورية أو قانونية بل أنهم صاروا جزءا لا يتجزأ من ميليشيا الحوث الإرهابية التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين وسخرت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه مما سمي بقرار صدر عن أشخاص انتحلوا صفة برلمانيين وزعموا رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الشرعي وقال البيان ألا يخجل أولئك مما لا صفة لهم من الحديث عما يزعمونه من رفع للحصانة عن أعضاء مجلس نواب شرعيين يعترف بهم العالم ولا يستحون من مثل هذا القول وهم مجرد إجراء تستخدمهم الميليشيات الحوثية لتغطية جرائمها ويكفيهم سخرية أن حولتهم تلك الميليشيات إلى دكان يغلق متى أرادت ويفتح متى شاءت أيضا ويفتح متى شاءت أي من قياداتها وأنهم لا يملكون شيئا حتى يعطونه من لا يستحق ويكفيهم خزيا وعارا أنهم لا يملكون حتى قراراتهم الشخصية أو إرادتهم الذاتية وصاروا مجرد دما بأد الميليشيات والعصابات تمسح بهم الأرض متى ما أرادت ولو كانوا يحترمون أنفسهم ويحترمون الناخبين الذين انتخبوهم والأحزاب التي ترشحوا باسمها وينتمون إليها ويحترمون الدستور والقانون لما قبلوا أن يذودهم مهدي المشاط بعصاه وإسلبهم إرادتهم الشخصية نهيك عن ما يعلنونه من مزعوم قرارات وجددت هيئة رئاسة مجلس نواب التأكيد أن ما يصدر عن تلك المسميات المزعومة سواء ما سمي رفعا للحصانات أو أحكام بالإعدام أو مصادرة لممتلكات الخاصة والعامة أو أي فعل أو تصرف فإن هو عديم الأثر وحكمه حكم العدم شرعا وقانونا ولا قيمة له حيث لم يعد لهم أي صفة دستورية أو قانونية بل إنهم للأسف صاروا جزءا لا يتجزأ من ميليشيات الحوث الإرهابية التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين سواء كانوا مواطنين أو أعضاء مجلس نواب أو أعضاء في الحكومة أو كبار رجال الدولة بمختلف مؤسساتها المناهضين لإنقلاب ميليشيات الحوث الإرهابية ونوهت هيئة رئاسة مجلس النواب أنه وفقا للدستور والقانون سيتم محاسبة كل من شارك في هذه الجرائم أو شرعا لها ولن تزيدنا هذه الجرائم إلا إصرارا على إسقاط الإنقلاب وأدواته واستعادة الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري عبر رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك عن بالغي لاسا ولاسا في باستشهاد عميد كلية التربية بالضالع الدكتور خالد عبد محمد الحميدي الذي طالت يد الغدر والإرهاب في عملية اغتيال آثمة وجبانة تستهدف قيم العلم والوعي والثقافة ووجه رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظ الضالع اللواء الركن علي صالح مقبل وجه السلطة المحلية والجهزة الأمنية بملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على ارتكاب هذه الجريمة ومن يقف وراءها في الوقت الذي تقدم فيه محافظة الضالع أروع التضحيات والبطولات في مقارعة ميليشيا الحوث الإنقلابية مؤكدا أن مثل هذه الأعمال المدآنة لن تنال من صمود الضالع وأبنائها الأبطال بكافة مكوناتهم والذين يقفون صفا واحدا لإدانة مثل هذه الجرائم ونبذها والدفاع عن أمن واستقرار محافظتهم استمع الدكتور معين عبد الملك من محافظة الضالع إلى تقرير أولي حول ملابسات الجريمة الإرهابية الغادرة التي طالت عميل كلية التربية الدكتور خالد الحميدي اليوم السبت والتوجيهات والإجراءات التي تم تنفيذها لملاحقة مرتكبيها مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وبمساردة مجتمعية ستعمل بكل جهدها لضبط المجرمين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع جراء ما يقترفوه من جراء بشعة وترويع للآمنين وزعزعة للأمن والاستقرار وقدم الرئيس الوزراء خالص التعازي وعظيم المواساة إلى أسرة شهيد الحميدي وجميع أهله ومحبيه سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان حذر وزير الإعلام معمر لرياني من خطورة عمليات تجنيد ميليشيا الحوث المدعومة من إيران ألاف الأطفال الذين انتزعتهم من مقاعد الدراسة وغسلت أدمغتهم وعبأتهم بشعارات الموت وثقافة الكراهية والأفكار الإرهابية المتطرفة وألقتهم في محارق الموت دون اكتراث بمصيرهم ومعاناة أسرهم وأوضح لريانيا أن ميليشيا الحوثي ضاعفت عمليات تجنيد الأطفال وأخضعتهم لما تسميها دورات ثقافية وعسكرية بهدف بناء جيش من الإرهابيين وتغطية النقص الحاد في مخزونها البشري في انتهاك صارخ القانون الدولي الإنساني وقوانين حماية الأطفال ومنع استغلالهم في الحروب والصراعات وطالب لرياني المجتمع الدولي بموقف حازم إزاء جريمة تجنيد ميليشيا الحوثي لعشرات آلاف الأطفال وتحويلهم إلى أدوات للقتل وقنبولة موقوتة تهدد حاضر ومستقبل البلد والأمن والسلم الإقليمي والدولي وأكدا أن إدراج ميليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب ضمانة لمستقبل آمن ومزهر يستحقه أطفال اليمن في مأرب لقي عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية مصرعهم وجرح آخرين في كمين مسلح لقوات الجيش الوطني في جبهات القتال جنوب المحافظة وقالت مصادر عسكرية أن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية وقعوا في كمين محكم نفذه الجيش في أطراف جبل مراد جنوب مأرب واستعادت عددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة ذاتها أسفرت عن سقوط قتلى وجرح في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها لقي 13 عنصرا من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا ومصرعهم وأصيب آخرين برصاص قوات الجيش الوطني شمال مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي أن عناصر من الميليشيات الحوثية الانقلابية حاولت التسلل إلى بعض مواقع الجيش الوطني بمديرية باقم وتمكنت قوات الجيش من التصدي لهم مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن مصرع 13 عنصرا حوثيا وإصابة آخرين بجروح مختلفة فيما لذا البقية بالفرار تاركين أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة وضف العميد الباهلي أن هذه المحاولة الفاشلة للميليشيات الحوثية تعد الخامسة خلال شهر واحد في تعز استشهدت امرأة خمسينية بانفجار لغم أرضي من مخلفات ألغام ميليشيات الحوثي في مديرية صبر الموادم جنوب المحافظة وقال مصدر محليا المواطنة عالم قائد إبراهيم استشهدت بانفجار لغم أرضي أثناء رعيها للأرنام قرب منزلها في قرية نجد المرقب بمنطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم ووثقت مصادر حقوقية استشهاد وإصابة واحد وعشرين مدنيا نتيجة انفجار الألغام والعبوات الناسفة الحوثية بمنطقة الشقب من بينهم السبع نساء وطفل خلال العام الجاري أخيرا انتزع مشروع مركز الملك سلمالي لغاثة والعمال الإنسانية مسام 1385 لغما خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر المنصرم زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا وأوضح المركزان الألغام التي انتزعتها منها تسعة وأربعين لغما مضادة للأفراد ومئة وخمسة عشر لغما مضادة للدبابات وألف ومائتين وثمانية عشر ذخيرة غير منفجرة وثلاث عبوات ناسفة مشيرا إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ مئتين وواحد وألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الإنقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء وصلنا إلى نهاية النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة